عهود ومبادئ وقد عبر أبونا الروحي بنفسه عن هذه العهود والمبادئ بقوله أنا عشت بمبدأ وكنت به أسعد إنسان حتى اليوم وكتبته عندما لم يكن عندي شيء أكتب به كتبته بالحبر الأحمر الذي كنت أعمل به بالفرشاه والذين رأوا قلايتي التي ترهبت فيها رأوا ذلك بأنفسهم كتبت هكذا نحن علينا واجبات وليست لنا حقوق ووضعت هذه العبارة في قلبي من أول يوم عشت فيه مع الله في أغسطس 1948 عشت بهذا المبدأ أنا ليس لي حق في شيء وأي شيء يأتي إلي هو خير وبركة فلم أطلب من راهب ولا من المدبر أو الربطة ولا حتى من الله حي هو الله لم أطلب من الله والله لم يجعلني أحتاج إلى شيء في حياتي إطلاقا كنت في أعماق الصحراء وأعماق أعماق الفقر ولكن الله أرسل لي ما أكتسي به وما آكله بعد أن كنت أكاد أموت وأرسل الله لي كتب آباء الكنيسة البترولوجيا وكانت لأول مرة تدخل القطر المصري وتصلني دون أن أعلم من هو الذي أرسلها لأنني أخذت عهدا مع الله إذ قلت له لن أشتري كتابا أبدا والكتب التي ترسلها أنت لي تكون أنت قد وقعت عليها لكي تصلني لأقرأها وكل كتاب يصل إلي سأقرأه وما لا تريدني أن أقرأه فبعده عني وكل كتاب وصل إلي قرأته ولم يجعلني الله أحتاج إلى شيء أبدا وكل ذلك كان من واقع إحساسي أن علي واجبات وليس لي حقوق وعند نزوله من دير أنبا ساموئيل يقول نزلت إلى العالم من الدير بعد ثلاثة سنوات ونصف فاكتشفت بعد حديثي مع بعض الشخصيات أن مدركاتي الروحية والإنجيلية صارت من نوع آخر وبعمق آخر فحاولت أن أختصر في علاقاتي بالناس حتى لا أثير الانتباه إلي لأنني لا أطيق استعراض الفكر ولا أحتمل كثرة الكلام والأسئلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر